مع اقتراب عمليات الساحل الغربي من مدينة الحديدة تتفاقم معاناة ومخاوف السكان من تأثيراتها المباشرة على الحياة العامة عموماً والتي تشهد أصلاً تدهوراً حداً في شتى المجالات الحديدة وهي تعيش أجواء الشهر الفضيل لا تبدو أحسن حالاً فالأزمات في تفاقم مستمر لا سيما الفقر وحالة الترد في مستوى الخدمات التي تضرب المحافظة منذ اندلاع الحرب وهو ما يبدو أكثر وضوحاً على حالة السكان وقدرتهم الشرائية المتدنية وغياب الحلول الممكنة لمأساتهم المستمرة الأحوال المعيشية الآن يرثالها كنا قبل الحرب في نعمة كنا في نعمة جليلة لا لها حد ولا لها طرف ولا تصف أما الآن فقد أصبحنا على حافة الطرق الكبير فينا الذي كان يتكلم بالمليون بالمليار الآن ما يتمنى الأكل يتمنى الشرب المنظمات الدولية أيضاً تبدي قلقاً كبيراً إزاء تسارع الأحداث وما يمكن أن يلحق المدنيين جراء احتدام الصراع الدائر بين أطراف الحرب التي باتت تدق أبواب المدينة مع اشتداد معارك الساحل الغربي وكذلك بعض مناطق الصراع في اليمن ساهم ذلك في جعل الوضع الإنساني أكثر سواء هناك موجة نزوح هناك احتياجات كبيرة وخاصة في المجال الصحي نحاولنا خلال الفترة الماضية من خلال تزويد بعض المستشفيات الحديدة وزبيد وكذلك المناطق المجاورة للمعارك بحيث يكون هناك استجابة عاجلة لإنقاذ حياة الجرحة إذن المخاوف التي عاشها المواطنون في المحافظة الأخرى تلوح في أفق محافظة الحديدة منذرة بكارثة وشيكة ما لم يجري إخلاء المدينة إذا ما قررت القوات المتحاربة خوضها داخل المدينة ليس ثمة من خيارات متاحة للسكان هنا سوى انتظار الفرج الذي لا يبدو على عجلة من أمره وهو ما يعني استمرار المخاوف في مدينة صارت ترزح تحت الخوف إلى جوار الفقر حتى إشعار آخر